زبنة الفول السوداني ثلاث معالق كبيرة 150 جرام والوصفة موجودة تحت في صندوق الوصف هي طحينة طحينة من معلقة الطعام طحينة السمسو من معلقة الطعام تحريك قليل وضحها بالمكروهير نصف دقيقة او تسخينها على المقود فانيلا بدون سكر قليل من الفانيلا نحرك جيد نوضع واحد كوب جوز الهند مبشور جوز الهند واحد كوب 100 جرام هذا الكوب اللي انا استخدمته ووصفة الفول السوداني والطحينة الراشة موجودة في صندوق الوصف تحت ممكن نستخدم الكوب البلاستيك منشان يطلع على نفس الحجم وهو اختيار يعني غير اساسي يعني غير ضروري يعني ممكن نستخدم بدونه مثل هيك نضحهم بالمجمد الفريز لمدة ساعتين اقل شي قبل التقديم والتخزين ايضا يجب ان يكون بالفريز تخزين هيك جاهزين للتقديم هذا ممكن ناكله سناك بين الوجبات كثير هو روعة في امان الله نزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة